قتل من الجيش والدولة مع بدء معركة الفلوجة في العراق ومخاوف من أزمة إنسانية السلام عليكم ورحمة الله أفادت وكالة الأناضول للأنباء بفوز مرشح حزب الخضر أليكساندر فاندير بيلين بمنصب رئيس جمهورية النمسا بنسبة 50.3% وفقا للنتائج الرسمية وكانت النتائج الأولية لعملية فرز أصوات الناخبين قد أظهرت حصول نوربرت هوفر المرشح من حزب الحرية اليميني المتطرف على المركز الأول ولكن يبدو أن أصوات الناخبين في الخارج قد حسمت النتيجة لصالح المرشح المستقل المزيد في هذا التقرير خلافا لكل التوقعات فاز المرشح المستقل والرئيس السابق لحزب الخضر النمساوي أليكساندر فاند في الانتخابات الرئاسية للبلاد على منافسه من اليمين المتطرف نوربرت هوفر فارق بسيط حسم المعركة بين المرشحين في الجولة الثانية التي تميزت بمنافسة شديدة أليكساندر حصل على خمسين وثلاثة من عشر بالمئة من الأصوات في حين جمع رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف تسعة وأربعون وسبعة من العشر بالمئة من أصوات الناخبين والمفاجأة تكمن بانقلاب الصورة التي كانت عليها الانتخابات في الجولة الأولى والتي تقدم فيها رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف على منافسه من حزب الخضر بهذا الفوز تنفست أوروبا الصعداء فلن يكون لرئيس حزب الحرية اليميني المتطرف مقعدا بين رؤساء الدول الأوروبية وما كانت تخشاه أوروبا أن يكون وصول هوفر اليميني إلى رئاسة النمسا بداية لصعود اليمين المتطرف والذي ربما سيغير شكل القارة العجوز التي طالما تغنت بديمقراطيتها ليست وحدها أوروبا من احتفت بنتائج الانتخابات فاللاجئون أيضا والذين يقدر عددهم بحوالي 90 ألف شخص تنفسوا الصعداء واعتبروا خسارة اليمين انتصارا لهم في معركة اللجوء خسر اليمين في النمسا معركة لكن شراسة التنافس وتقارب الأصوات تعكس صعودا صاروخيا لليمين في بلاد الحريات وما ينطبق على النمسا ربما تراه أوروبا بمثابة خطر حاضر متصاعد وإن تأجل معي للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق سيد زيتوت هل فعلا بإمكان أوروبا أن تتنفس الصعداء الآن بفوز المرشح المستقل ولو في اللحظة الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وللمشاهدين الكرام يمكن مؤقتا ومؤقتا جدا لأن هناك انتخابات قادمة في دول أخرى وفي دول مهمة جدا مثل فرنسا ويحتمل أن هذه الانتخابات قد تأتي ولأول مرة في تاريخ أوروبا ربما بماري لوبان قد تأتي بها رئيسة لفرنسا فهي اليوم أكبر حزب في فرنسا حسب آخر الانتخابات التي تسمى بالانتخابات الإقليمية أو الجهوية الأقاليم فحزبها ظهر كأكبر قوة ونحن نعرف ما يعني اليمين المتطرف عموما في أوروبا خاصة في فرنسا حيث يتميز بشراسة شديدة جدا في معاداته للمهاجرين وخاصة للمسلمين منهم الحديث أيضا بالنسبة للمرشح المستقن إن ركزنا على النمسا قليلا كانت هناك مخاوف من فوز المرشح اليمين ليس فقط بفوزه مع أن المنصب الشرفي إلى حد ما في النمسا ولكن من حقه مثلا أن يحل الحكومة وكان هناك مخاوف من ممارسته لذلك الحق والدعوة لانتخابات مبكرة الآن هل يمكن للمرشح المستقل أن يفعل ذلك الذي فاز وإن فعل ألا يزد هذا من فرص التيار اليميني بالعودة من بوابة الانتخابات التشريعية حتى قبل ساعات يمكن حتى قبل ست ساعات كان مزال مرشح اليمين المتطرف هو الفائز حسب الحصاءات غير الرسمية نعم نتائج الأولية نتائج الأولية بالمناسبة لازالت النتائج الرسمية لم تعلن ولكنها قد تعلن في الساعات القادمة لكن الذي قام أو أحدث الفرق هو فرز الأصوات النمسويين خاصة الذين انتخبوا عبر الباريد وخاصة الذين جاءوا وانتخبوا عبر الباريد من الخارج هؤلاء هم الذين قاموا بالفرق بيضة القبان بالضبط وهؤلاء هم الذين في واقع الأمر قاموا بالفرق والفرق ليس كثيرا هو عدة آلاف فقط من الأصوات بحيث أن الفوز سيكون في حدود خمسين فاصل ثلاثة إلى خمسين ربما فاصل خمسة في أفضل تقديرات بالنسبة للمرشحة مستقلة حتى الآن خمسين فاصل ثلاثة بالضبط فهذا يعني أو يعطينا فكرة على نمو الهائل لليمين في بعض الدول الغربية خاصة في السنوات الأخيرة ابتداء من 2001 هذا سيدفع بالرئيس الفائز لعدم الدعوة لانتخابات مبكرة لأنه لا يضمن نتائجها هذا من احتمالات الأولى أنه لن يذهب إلى انتخابات مبكرة لكن هناك طبعا قضايا أخرى قد تدخل على فرض الانتخابات المبكرة لأن قضية اليمين المتطرف يتغذى من العداء المتصاعد داخل الإعلام للمهاجرين وخاصة الإسلاموفوبيا المتصاعدة هذا هو الذي نفخ فيه في الواقع ماذا يحدث باختصار بسيط هو أن الإعلام إجمالا والمؤسسات الحاكمة في الغرب تخوف من الهجرة وتخوف من اللجوء الذي يستفيد فالحقيقة هم يقومون بالتخويف على أساس ليقوموا بفرض سياسات معينة ولكن على المدى المتوسط والمدى البعيد الذي استفاد من هذا التخويف ومن هذه السياسات المعادلة للمهاجرين إجمالا والمسلمين خصوصا هو اليمين المتطرف خاصة بعد الأحداث بعد 2001 ولكن ابتداء 2011-2012 ومع بروز الهجرة الهائلة للعراقيين والسوريين لأوروبا نعم استأذنك انضم إلينا حسام شاكر الإعلامي المختص في الشؤون الأوروبية والخبير بها سيد حسام يعني بصعوبة بالغة فاز المرشح المستقل على اليميني المتطرف الذي حبس الأنفاس بفوزه بالنتائج الأولية دلالة ذلك برأيكم تحية لكم الحقيقة هناك بالفعل يعني اقتراع تاريخي في فيينا والدلالة الأكبر فيما حدث هو أن هناك هواجس حقيقية تنتاب المناخبين بشكل عام نحن نتصوى هنا في الأجواء في فيينا أن الشعب ربما يعني بالفعل صوت نصفه للقلق للمحاوف للهواجس وللتطرف أيضا ودون أن تتضح معنى يعني دلالة هذا التصويت بالنسبة له نحن نعلم أن الانتخابات الرئاسية في النمسا هي انتخابات لموقع رمزي محدود الصلاحيات للغاية ولكنه بكل تأكيد بمثابة التصويت لوجهة البلاد الوجهة فيما يتعلق بالسياسات المتعددة حضرتك أمس أشرت في الساعات الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر تحديدا إلى أولئك الذين يقفون على الحياد وكم سيكون موقفهم محرجا وصعبا كم يشكنون بالنسبة للناخبين في النمسا ومن أي خلفياتهم هو في الواقع النمسا رغم كل هذا المعترك الانتخابي الصعب لكن ثلث النمساويين لم يصوروا أو ثلث من يحط لهم الانتخاب لم يذهبوا لتفعيل حقهم باختيار لكن هذا في كل البلدان عفوا النسبة 68.100% نسبة متقدمة بالنسبة لدول أخرى كثيرة بكل تأكيد ولكن في المقابل عندما يتعلق الأمر بانتخابات لها يعني وقع حاسم جدا على صورة النمسا في الخارج على الأقل أتصوى أن الأمر يمثل أيضا دلال التراخي وربما القنوط لدى قطاعات من الناخبين أي كان الأمر العزيف على السياسة هو منح عام في أوروبا الأخطر فيما جرى أن هناك انقساما معنويا حقيقيا هناك صدوعا في قطاعات الجمهور النمساوي وكان ربما بوسع بعض الناخبي كما رأينا أن يحسم الجولة بكثات لصالح أخر برأيكم كيف سيتلقى الضربة الحزبان التقليديان الذين تبادلوا السلطة منذ الحرب العالمية الثانية وهل يمكن أن يلملم جراحهما باختصار؟ بكل تأكيد هناك شعور بالظهول وقع منذ الجولة الأولى عندما خرج مرشح الأحزاب الكبرى اليمين الوسط ويسار الوسط من الجولة بشكل فائق الصعوبة وهذا كان مؤشرا أن هناك حاجة لتحول تاريخي بدأ نعكس مباشرة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي باستقالة رئيسه وأيضا هناك بكل تأكيد مراجعات جدية في كيفية التوجه نحو الجمهور اليوم صعود رئيس أخبر للنمسا يمثل فوصة للمعاجعة لبعث خيارات مختلفة في السياسة النمساوية نتوقع صعوبا للأجندة اليسارية مع الوقت لأنها تمثل المكافئة الموضوعية لأقصى اليمين أيضا سوف تنزاح بعض الأحزاب في الوسط أحو اليمين نحو اليمين المتقرد هل يمكن أن يمارس صلاحياته ويحل الحكومة وبالتالي دعوة الانتخابات مبكرة؟ هذا ما زال مبكرا الجزم به لكن المؤكد عندنا أن هناك مخاطر حقيقية في وجهة أحزاب الوسط النمساوية ومما سوف تبدأ تتملق نصف الشعب الذي صوت باتجاه التطرف وهذا أخطر ما في القصة لأن تعبير التطرف الواسع في الشعب هذا يؤري الأحزاب المحافظة وأيضا أحزاب الأممان هذه نقطة مهمة أنا أشكرك عليها حسام شاكر الإعلامي والخبير في شأن الأوروبي كنت معنا من فيينا دعنا نقف من حيث انتهى حسام كيف يمكن فعلا أن نتعامل كأقليات مع مغازلة الأحزاب اليمينية لهذا النفس أو هذا المزاج في أوروبا هو هذا المزاج بطبيعة الحال لديه مجموعة من الأسباب علينا نفهم الأسباب هناك أسباب موضوعية مثل الأسباب الاقتصادية أنت تعرف أن الاقتصاد تهاوى في أوروبا في الخمس سبع سنوات الأخيرة خاصة 2008-2009 وأسهل إشعى السياسيين أن يضعوها بظهر اللاجئين اللاجئين نعم هو واحد من إذا شئنا من حيث مشجب تعلق عليه الفشل من كثير من السياسيين وهناك قضية النفخ في قضية الإرهاب نعم هناك عمال إرهابية بكل تأكيد حدثت مثلا في فرنسا حدث في يناير 2015 ثم في نوفمبر 2015 عملية إرهابية في بريكسل قبل حوالي شهر في أماكن أخرى في مادريد في 2003 إلى آخره لكن إذا نظرنا لهذه العمليات الإرهابية فطبعا لها تبريرات لدى البعض الذي يقوم بها أو تفسيرات أو إلى آخر لكنها هي في الحقيقة ليست العدد الأكبر من عملية الإرهابية التي تقوم بها جهات أخرى مثل النزين الجدد مثل اليمين المتطرف مثل العنصريين هناك عملية إرهابية كثيرة لا نسمع بها وإذا سمعنا بها في الغالب تمر على أساسنا عمل فردية أحيانا فردية أحيانا لأسباب صحية وأحيانا لأسباب فردية وأحيانا ولا يعطى لها الطابع الإرهابي كما عندما تحدث أي عملية في مثلا قبل أسبوع قبل حول أسبوعين حدثت عملية في قطار في عملية نعتقد عملية سكين ضرب السكين في قطار في ألمانيا فقامت القيامة لأنه أعتقد أنه مسلم الذي قام بها ثم حصل أنه ليس مسلم فاختفى الخبر ولم يذكر قضية التركيز على الإرهاب الذي ركز عليها كثير من المؤسسة الحاكمة ركزت عليها أفادت اليمين المتطرف الذي يقول أنظر لهؤلاء إنهم إرهابيون إنهم يأخذون مناصبنا وفي الغالب يأخذون المساعدات الاجتماعية دون عمل ونظفت حتى ضد مرشح حزب العمال في انتخابات عمدة لندن بنفس الطرف مثلا هو في حدات التهم فهذه الأشياء كلها نفخت لدى الأوروبي المتوسط الذي لا يفهم الخلفية ولا بعد كيف تتعامل الأقليات مع ذلك باختصار الأقليات صراحة شوف مثلا ما يقوله ترامب اليوم في أمريكا أو ما يقوله اليمين المتطرف في فرنسا أو في هولندا أو في بريطانيا أو في النمسا في الغالب ينفذه السياسيون الآخرين الذين يسمون باليمين التقليدي أو اليسار التقليدي ينفذونهم في الغالب يعني الفرق أن هؤلاء يقولون بينما هؤلاء ينفذون نحن إذا أردنا أن نتعامل مع هذه الأشياء أنا شخصيا لا أرى في فوز اليمين المتطرف شيء سلبي نعم هو بكل تأكيد سلبي على الذين يقيمون مثلي ومثلك في أوروبا ولكنه ليس شيء سلبي على المدى البعيد على أوطاننا وعلى بلادنا بالمسبة كان البعض يشير في هذا السؤال أن المرشح اليمين المتطرف على علاته وسوءه وكرهه لقضية اللاجئين إلا أنه عنده مواقف تعتبر جيدة في السياسة الخارجية ومنه رفضه كما قال البعض للتعامل مع الانقلابات العسكرية في بعض الأولى العربية مثلا وأيضا في قضية فلسطين البعض لديه مواقف معقولة جدا يعني حتى في نمسا وفي هولندا مثلا ولكن الأخطر من ذلك ليس هو هذا في واقع العامر شوف نحن بلدان تحكمها أنظمة وظيفية تحكمها أنظمة بالوكالة هذه الأنظمة بالوكالة مرتبطة بالمؤسسات التقليدية الحاكمة في الغرب وهذه المؤسسات الحاكمة في الغرب تفرض هذه الأنظمة بشكل أو بآخر تدعمها بشكل آخر آخر الأمثلة هو السيسيا على سبيل المثال حتى لا نذهب بعيدا الذي فرش له البساط الأحمر في عواصم أوروبية كثيرة وهو يذبح المصريين ويعتقل ويشرد ويسجن وانظر إلى سيناء ما يحدث فيها مثلا ولكن مصر كلها اليوم في حالة بائسة جدا إذا جاء اليمين المتطرف قد يكون المنطق كالتالي لا تتدخلون في شؤولنا لا تدخلون في بلداننا لا تدعمون الاستبداد لا تدعمون الدبابات لا تدعمون أمراء الفساد وعسكر الفساد ولكنكم في هذا لا يأتيكم من عندنا سوريا هل كان السوريون يهاجرون بالملايين قبل ما يقوم به بشار اليوم أو العراقيين قبل ما تقوم بهذه الطائفية المقيتة المجرمة اليوم وانظر إلى آخر الأمثلة الفلوجة مثلا نعم سنتحدث عنها وهذه كل الأشياء إذن قد يحدث اتفاق تاريخي بين المسلمين كشعوب وكأمم وكقوى وطنية ساعدة وبين هذا اليمين واليمين المتطرف لا تتدخلون في شؤوننا ولن نأتيكم إلى بلدانكم سنتابع هذا لكن في الأيام القادمة عندما يغيرون فعلا شيئا في المعادلة الانتخابية على الأرض بلدان 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 بلدان